بعد مراوحة لأسابيع وتردود يبدو أنه مرتبط بمحاولات حكومية غير معلنة مع المؤسسات المالية السعودية أعلن البنك المركزي اليمنية تدخل المباشر لتصحيح قيمة الريال أمام العملات الأجنبية لوضع حد لتدهور غير المسبوق في قيمته وبينما تربط الحكومة هبوط العملة المحلية بالمضاربات التي تشهدها سوق الصرف دون أن تسمي جهات بعينها يرجع مراكبون هذا الانهيار إلى الفساد الملموس في المنظومة الاقتصادية والفشل المالي والإداري تقول الحكومة أن البنك المركزي سيدخ دفعات من العملة الأجنبية لتلبية طلبات القطاع التجاري محاولة منها لوقف المضاربات وضمان استقرار الأسعار وفقا لخبر نشرته وكالة سبا في المقابل يرجع خبراء الاقتصاد ما يجري من تدهور اقتصادي وانهيار للعملة إلى غياب المنظومة المالية مع وجود عبث واضح بأهم الموارد السيادية ما يعكس حالة الفشل المالي للحكومة الشرعية خصوصا وأن إرادات قطاع رئيسي ومهم كالنفط لا تزال تصرف خارج إطار المعايير القانونية ويتم تبديدها بشكل ارتجالي وبتوجيهة خطية من مسؤولية الدولة كعهاد وهبات ومنح في نفس السياق كشفت مصادر في وزارة النفط أن قطاعات شركة بيترو مسيل تعمل بشكل مستقل عن المنظومة المالية للحكومة الشرعية وأوضحت المصادر لموقع العربية الجديد أن قيمة ناتج مبيعات النفط الخام من القطاع 18 في صافر تقدر بنحو 400 مليون دولار للعام الجاري وأن قيمة مبيعات النفط الخام الخارجية من شركة بيترو مسيل تقدر بنحو 547 مليون دولار سنويا وطبقا للمصادر نفسها فإن مبيعات الغاز المنزلي من شركة صافر تقدر بنحو 130 مليون دولار وذلك يعني أن إجمال قيمة مبيعات النفط الخام والغاز تتجاوز أكثر من مليار دولار من القطاعات التي في نطاق سيطرة الشرعية الأمر الذي يجعل الحكومة بشكل أو بآخر مسؤولة عن الفشل الاقتصادي الحاصل وأنها معنية أولا وأخيرا بالحلول لتدارك الوضع قبل الانهيار الكل لاقتصاد البلد